ورجعنا لكم من الفاصل وزي ما احنا شفنا مع بعض خلصنا طبق المكارونا اللي بتعمل باسترما وحنعمل دلواتي عيش الصرايا بطريقة هنقول معتادة ومش معتادة بس هندلع شوي فخلونا نبتدي مع بعض هفتح على الطاصة مش هفتح على الحال هفتح على الطاصة هحط ايه حبة زيت صغيرين هحط عليهم سكر حطيت السكر في حبة زيت لان انا عايزة اخلي السكر يبقى لونه دهبي فحطيت الزيت علشان السكر مايكالكعش وهحط عليه بعد كده الماء هسيب السكر شوية وحاجي عند الحلة وابتدي اعمل الكريمة هحط قد كبايتين لبن فيهم تلات اربع كبايت نشا كده ونقلب انا عايزة بس النشا يسيح يدوب عايزة النشا كله يدوب مايبقاش مكالكع وهحط عليه لبن مكسف انا عايزة تقريبا قيمة اربع معالق او على حسب من انتي تحبي تسكري قد ايه امام كده انا كل ده لسه مافتحتش النار دلوقتي عايزة ادوب كل حاجة الاول وبعد كده هنفتح النار في الاخر انا حطيت لبن ونشا و لبن مكسف هحط دلوقتي التوست عايزة التوست بس يتشرب من اللبن ودلوقتي هفتح عليه السكر هسيب السكر شوية كده ياخد وقته وابتدي اعمل انا حاجة تانية يبقى انا سايب السكر على النار وسايب الخلطة الحشوة بتاعتنا على النار وابتدي اطلع نشا توست شلت اطرافه كده عايزة بس ايه كده شلت الاطراف بتاعته ودلوقتي هقطعه على شكل دواير كلنا بنعمل عيش السرايا في قالب ونرسه ونسقيه وبعد كده نرش عاليه او ندهنه با اما مهلبية اما مهلبية اللي انا بعمله ده هو الجديد عايزة اقول لكم اول مرة اعمل العيش السرايا كان اختراعه كان اي حاجة غير انه يكون عيش السرايا انا حضرت كده بالتوست شايفين السكر بدأ مسيح وياخد لون هو ده زي ما قلتلكم حطيت عليه اي دهون حابه صغيرين بس علشان ما يمسكش في بعضه هم هم كده سيب الباقي وارجع هنا نقطي النار سنه وعمل ايه وعندي كريمة عندي جبنة كريمة احطها ونقلب كل ده مع بعضه هذه طبعا انا عايزة كل حاجة تدوم ايد هنا عارفين اللي بسابع ايدين ايد هنا وايد هنا انا علشان مش عايزة السكر حبه يتحرقوا حبه يبقوا غمقين وحبه فاتحين عايزة كله يسيح وعايزة تجبنة في نفس الوقت هنا كمان تزيح لو هنا لو الكريمة نفسها ما فكتش الكعه دي ممكن نضربها بالبلندر ممكن نكمل تقليب نفسها انا انا اشيح ده واصيبه يغلي سنا نفسها مع بالما انا انا عايزة بس السكر كله يسيح شايفين لونه بيبقى حلو ازاي حواطي النار وحاجب الماء حواطي النار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاولي ما تتخضيش حاولي ما تتخضيش عايزة ازودها مية كمان طبعا انا حطيت في الاول مادة تهنية تكون زيت تكون زبدة تكون اللي تكونه علشان ايه علشان السكر مايكلكعش هحط دلوقتي مية مزهر او مورد عشان ندي طعم حلو نحطي حبه صغيرين على حسب زوقك ايدي كده عايزة اقلب كل ده ايوا كده بيمسك بالشكل اللي انا عايزة ايوا كده ايوا كده ايدي كده نجيب الطبق هحضر الطبق جنبي ايوا ايوا هادة اول احده هادة اول واحده اول واحده في الثاني هشيل دوره هشيل ده بسم الله هحط حبة من اللي أنا عملته ده كده في الوقت اريد اعمل ايه؟ ها قص بس ايه وكده تمام كريمة لسه سخنه مش قادرها ثاني واحده هشيلها دي ها دي كده سبتي كده هايد احط ثانية ايه وكده ابعدها بس عني شوية وكل اللي هعمله هزوقها بس بكريمة موسيقى 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 تمام كده دلوقتي هحط واحده كريز من فوق موسيقى على كل واحده وبعدين حمسح بس حتت كريمة كده يبقى احنا عملنا النهارده طبق مكرونه وعملنا كمان من عيش السرايا بطريقه جديده ويدل عدله اتمنى ان الطبقين يكونوا عجبوكم وشوفكم في حلقه جديده مع السلامة اشتركوا في القناة